مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بحضرتكم وحلقة جديدة من حلقات على أرض مصر موجودة معكم أنا سارة الهلالي وحلقة يوم الخميس بنتمنى نها تحوز على رضا حضرتكم حلقة الخميس وكل يوم إنجاز بنتناوله من خلال حلقتنا نتعرف أكتر على إنجازتنا ونتعرف على يعني قدرنا نحقق إيه في الفترة الأخيرة وإيه هي خارطة الطريق للفترة القادمة اسمحوا لنا يكون معانا في هذه الحلقة دكتور أحمد جيبر شديد رئيس جامعة ألف يوم السابق أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك يا فان النهاردة بنتكلم عن الجامعات التكنولوجية تحديدا والجامعات الأهلية ويعني هي جزء أساسي من مسيرة التعليم وزي ما احنا عارفين الدولة في الفترة الأخيرة بتهتم بملف التعليم بشكل كبير وخصوصا التعليم العالي زي حضرتك بترى الفترة الأخيرة في التعامل مع هذا الملف وكيف ترى استراتيجيتنا في الفترة القادمة خليني في البداية طبعا نشكر حضرتك وأسرة البرنامج على الاستضافة هو زي ما حضرتك قلت خلال الفترات الأخيرة يمكن تحديدا خلال عشر سنوات الأخيرة لاحظنا كلنا أن قطاع التعليم العالي حاضر باهتمام كبير جدا ونتيجة كده حصل فيها يعني طفرة كبيرة جدا من التطور وهذا التطور شمل حقيقي اتجاهين أولا تطور كمي ثم تطور نوعي تطور كمي بمعنى أن نتيجة الزيادة السكانية كان لابد من وجود كينات تعليمية تستقبل هذه الزيادة السكانية فيمكن لو لاحظنا الملامح بتاع هذا التطور الكمي حلق أن عدد الجامعات الحكومية خلال الفتر الأخيرة زاد من 23 جامعة إلى 27 جامعة حلق أن عدد الجامعات الخاصة زاد من 2014 كان 26 جامعة النهاردة بقى عندنا 40 جامعة حلق أن عدد الكليات في الجامعات الخاصة وصل إلى حوالي 310 كلية كل هذا العدد بالتأكيد أنشئ عشان يستوعب الزيادة الكبيرة جدا في الإقبال أو الطلبة اللي عندهم رغبة كبيرة في الاتحاق بالتعليم العالي بيضاف إلى كده طبعا أن تم إضافة أنماط جديدة خالص في التعليم العالي بشكل عام لاحظنا أن فيه توجه من الدولة للجانب التقني والجانب الفني فهنا كان فيه تركيز من الدولة في إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية كانت البداية بثلت جامعات تكنولوجية جامعة القيارات التكنولوجية وجامعة الدلتا وجامعة من السوف التكنولوجية وحقيقي في بداية هذا التوجه كانت الناس مش مستوعبة الفكرة ولكن لما تم شرحها وتم توضحها بقى دلوقتي عندنا مشكلة في زيادة الإقبال على هذا النوع من التعليم اللي هو بقى يلبي احتياجات سوق العمل بحيث أن الطالب بقى يدرس جزء نظري وفي نفس الوقت بيقدر يتدرب فبالتالي بيخرج لسوق العمل فبيلاقي فرصة عمل متاحة بيضاف إلى كده طبعا برضو بدأت تظهر أنماط جديدة من التعليم بقى عندنا دلوقتي أفرع للجامعات الأجنبية المهمة يمكن معظمها موجود في العاصمة الإدرية الجديدة بقى عندنا فرع للجامعات الأوروبية وده برضو استوعبت جزء كبير جدا من قطاع الشباب طبعا ده بالإضافة بقى الجامعات اللي كانت موجودة في المراحل السابقة هذه الجامعة وهكذا في حقيقة كل هذه الإضافات بتمثل تطور كمي حصل فيه قطاع التعليم العالي بشكل عام لو خدنا في جزء الخاص بها مثلا بالبحث العلمي حاللحظ برد أنه حصل تطور كمي بشكل كبير جدا احنا 2014 كان عدد الأبحاث البحاثين المصريين قاموا بنشرها في الدوريات العلمية كان بيصل لـ 15 ألف بحث ده سنة 2014 2022 ارتفع هذا العدد إلى حوالي 40 ألف بحث خصوصا أن نفس الدولة كمان اهتمت بشكل كبير جدا بالبحث العلمي حتى الموازنة العامة للدولة اللي بتحدد للبحث العلمي زادت بشكل ملحوظ بالتأكيد حضرتك الموازنة بتاعة قطاع التعليم بشكل عام 2014 كانت 25 مليار ارتفعت عام 2022 إلى ما يوازي 87 مليار وبالتالي فيها ارتفاع كبير جدا وجزء كبير جدا من هذه الموازنة بيذهب إلى البحث العلمي ودعم البحثين في حقيقة كل دي أنواة جديدة ظهرت في خطاع التعليم بشكل عامل قبل ما نخفل جزئية البحث العلمي خلينا نتكلم عن الاهتمام بالبحثين الجدد أنا بتكلم مع حضرتك لأن حضرتك واحد من الناس اللي ليهم نقدر نقول باع في هذا المجال وحضرتك حصلت على جائزة أفضل باحث العلمي في العلوم الأساسية لعام 2020-2021 خلينا نتكلم عن البحثين الجدد وفرصهم في نقدر نقول الإزدهار وخروج أبحاثهم إلى النور لأنه إحنا عارفين أنه كان دايما يقولك لا لازم نطلع بره عشان نقدر ناخد فرصتنا وهكذا الوضع ده تغير على مدى عشر سنوات الفترة الأخيرة أعتقد أنه تغير بقى فيه اهتمام برواد الأعمال فيه اهتمام نقدر نقول الصناعات أو الحرف اليدوية بقى فيه اهتمام بكل ما يخص الشباب هما نفسهم بقى لرأيهم مهم مثلا نقدر نقول بعض المبادرات المهمة جدا جاءت من الشباب من الشباب وتسمع صوتهم فماذا عان الباحثين الجدد أو الباحثين الشباب خلينا أقول لحضرتك يمكن إحنا مارسنا هذا العمل على مدى 30 سنة يمكن أنا كنت يوم معيد صغير في الجامعة فكبت قابلنا صعوبات كبيرة جدا فيه أن إحنا نعمل أبحاثنا أن إحنا ندور على مرجعة أن إحنا ندور على أجهاز نقدر نعمل عليه التجارب بتاعتنا والتحاليل وهكذا طبعا زي ما حضرتك قلت الوضع ده تغير تماما ويمكن أنا يعني في فترة من الفترات كنت باجغ المنصب نائب رئيس جامعة لشؤونه الدرسات العليا والبحوث فكنت حاسس أوي بما يحدث أو المشاكل اللي بيعاني منها عدد من الباحثين ولكن حقيقة دولة في الفترة الأخيرة زي ما حضرتك قلت تم زيادة مخصصات البحث العلمي بشكل عام في الموازنة لدرجة أنها بقى منصوص عليها في الدستور المصري نسبة معينة من الموازنة العامة للدولة فده أثر على زيادة الموارد الخاصة بالبحث العلمي جوه الجامعات من ناحية تانية بدأت الجامعات تشجع الباحثين بتاعها إحنا يمكن زي ما قلت لحضرتك في البداية كان نتيجة المنتج النهاية عندي هو أن أنا عندي بحث بيتم نشره في مجلة أو دورية علمية معينة زي ما قلت لحضرتك عدد الأبحاث اللي تم نشرها زاد من 15 ألف إلى 40 ألف ده نتيجة أي؟ نتيجة لدعم الدولة نتيجة لدعم الجامعات إحنا يمكن في بعض اللي إحنا لو حناخد مثال بسيط جداً كان عندنا في جامعة الفيوم إحنا كان أي باحث بعاز ينشر بحث وعاز يسافر يلقي هذا البحث في أي مؤتمر دولي كانت الجامعة بتساعده تماماً في أنها بتتفعله تذكرت الصفر بتتفعله رسم الاشتراك في المؤتمر بتديه بوكت ماني كان فيه أحياناً بعض البحثين الشباب بيكلف الجامعة ما لا يقل عن 50 ألف جنيه في حيث أنه وده كان بيتم برضى وبقناعة على أساس أن هذا الباحث كان بيطلع برة فكان بيلقي البحث بتاعه وهكذا يضاف إلى كده بعد المبادرات اللي زي ما حضرتك قلت اللي تمت إحنا عندنا دلوقتي عندنا بنك المعرفة المصري بنك المعرفة المصري ده اللي أنشئ بقى بيضم فيه مجموعة كبيرة جداً من أحدث الأبحاث وبالتالي يقدر الباحث اللي كنا بنلاقي مشاكل كبيرة جداً في الفترات السابقة في أن احنا نحصل على أبحاث منشورة في تخصصات معينة دلوقتي بقينا نقدر نحصل عليها من خلال بنك المعرفة بقى فيه بعض المبادرات بقى فيه سندق خاصة جوة الجامعات بتدعم البحثين وتدعم الشباب ده احنا مش كده ده احنا بندعم الطلبة اللي في المراحل النهائية من التعليم الجامعي قبل ما يشتغلوا في البحث العلمي زي محضرتك عارفة فيه بعض الكليات زي كليات الهندسة وكليات العلوم وكليات الزراعة الطلبة بيبقى لها مشاريع تخرج فكان مشاريع التخرج دي الطالب بيعمل المشروع وفقط يمتحن فيه وينجح وينتهي هذا المشروع لا بدأت الدولة تعمل بعض السنديق وبعض المراكز انها بقت تاخد بعض من هذه الابحاث بقت تدعمها بقت تاخد البحثين دول بقت تدربهم على ريادة الاعمال بقت تحاول المشاريع النكحة بقت تحاول انها تحولها من مجرد مشروع عمل الطالب الى فكرة ممكن يكون يمكن تطبيقها في الحقيقة العملية بحيث انها تدين منتج معين احنا عملنا جوا الجامعات ووحدات يمكن تعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعي وعملنا وحدات خاصة بالتضامن الاجتماعي انها بتساعد كل طلبات الفرق النهائية وبتساعد كل البحثين المتميزين فيه طبعا الجزء المعامل تم تطويره بشكل كبير جدا دلوقتي بقى نظم الكليات خصوصا الكليات العملية بقى فيها عدد كبير جدا وتم شراء اجهزة بملايين الجنيهات في معظم الكليات وبالتالي بقى فيه دفعة قوية جدا للبحث العلمي كان نتيجة النهائية زي ما قلت لحضرتك ارتفاع او زيادة عدد البحث المنشورة وخصوصا البحث اللي هي منشورة في مجلات دولية ده مش كده وبس ده معظم الجماعات بتيجي سنويا وبتعمل حفلة بيتم فيها تكريم كل البحثين اللي قاموا بنشر ابحثهم في مجلات دولية معينة يعني بتكافئهم بمكافئات مادية معينة فحقيق الفترة الاخيرة شهدت اهتمام كبير جدا من الدولة بقطاع التعليم وقطاع البحث العلم صحيح وده طبعا بيصد فيه مصلحة الوطن بشكل يعني دقيق جدا هنستكمل حوارنا ولكن اسمحونا نطلع لهذا التقرير ونعود لحضرتكم على طول نسمح بانشاء جامعات جديدة الا بالتوأمة مع افضل الجامعات جملة قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح احد المشروعات القومية كانت شارة البدء لتطوير قطاع التعليم الجامعي وهو ما نشهده اليوم على ارض الواقع من وجود سبعة افرع لجامعات اجنبية من كبرى الجامعات المدرجة في التصنيفات العالمية المرموقة وتمنح شهادات معتمدة من الاعلى للجامعات على ان تنتهج الجامعات التكنولوجية اسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق افضل الممارسات من الناحيتين الاكاديمية والعملية مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لالحاق الخريج بسوق العمل مباشرة الجامعات التكنولوجية هي المستقبل يعتبر يجب ان نسميها جامعات المستقبل لان كل شيء اصبح مرتبط بالتكنولوجيا بالحاسبات بالبرمجيات وفي دول كتير اصبحت اقتصادها قائم زي الهند اقتصادها قائم على البرمجيات وعلى التكنولوجيا الحديثة شكرا لكم مرة تانية مشاهدين الكرام وجدد لقائي مع دكتور احمد جابر الشديد رئيس جامعة الفيوم السابق اهلا محاكم مرة تانية اهلا ميك يا خلي الحقيقة واحنا منتحدث عن التعليم العالي يعني الشيء بالشيء يذكر اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كلمنا اكتر عن هذه الاستراتيجية لانه هي لها سبعة محاور مهمة مؤثرة في عملية الاصلاح التعليم خليني اقول لحضرتك ان التوقعات بتقول ايه التوقعات بتقول ان خلال العشر سنوات القادمة 35% من الوظائف الحالية هتختفي وخلال الخمسة وعشرين سنة القادمة 45% من هذه الوظائف هتختفي صحيح في مهن ستستحدث ومهن ستنتثر تماما الحاجة التانية ان لو رجعنا بالذكرة كده هنلاقي ان بداية نشأة الجماعات كان اهتمامها الاساسي فقط بقطاع التدريس والتعليم بعد شوية بدأ يظهر الاهتمام بالبحث العلمي فظهر الجيل التاني من الجماعات اللي بنسميه الجماعات البحثية مع التقدم التكنولوجي ومع بقى عندي طالب بيتعلم وبقى طالب بيبحث طيب بقت الناس تتسائل طيب وماذا بعد دول المجتمع كيف يستفيد المجتمع من هذه الجماعات فبدأ يظهر الجيل التالت من الجماعات اللي سمناها الجماعات اللي هي اللي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية ظهرت الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة فبدأ يظهر الجيل الرابع من الجماعات اللي احنا حاليا بنسعى لان احنا نخش في اطار هذا الجيل نتيجة كده ونتيجة التطورات التكنولوجية الكبيرة فحقيقة من الحاجات اللي حزناها خلال الفترة الأخيرة هو الجهد الكبير اللي بوزل من قبل وزارة التعليم العالي واللي تمثل في اطلاق السراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 20-30 ويمكن هذه الاستراتيجية بضعت عشان تقدر تحقق معظم المحاور اللي الدولة المصرية وضعتها في الخطة بتاعتها للتنمية المستدامة 20-30 هذه الخطة الاستراتيجية لها تلات مصارات أساسية المصار الأولاني ما زلنا حنحتفظ بمصار التعليم المصار الثاني ما زلنا نحتفظ بمصار البحث العلمي المصار الثالث ما زلنا حنحتفظ بالمصار الخدمي واللي بتمثل بشكل أساسي في التوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية ومراكز التدريب وهكذا حقيقة الاستراتيجية دي لها سبع أسس أساسية أو سبع هدف أساسية الهدف الأولاني الخاص بالاستراتيجية دي هو بنسميه التكامل بمعنى إيه؟ إن احنا عدنا فترات طويلة جدا فيه انفصال كبير ما بين التعليم وما بين وسائل الإنتاج وما بين الشركات وما بين المجتمع فبدأنا نحط أول محور من هذه المحاور هو ضرورة زيادة الترابط بين الجامعات وما تنتجهم من أبحاث وبين احتياج المجتمع واحتياج الشركات واحتياج وسائل الإنتاج وهكذا المحور الثاني واللي هو محور التخصصات المتدخلة عدنا برضه فترات طويلة جدا فيه خطوط فصلة قوية جدا ما بين التخصصات بتاع الكيميا هو خاص بالكيميا بس بتاع الفيزياء هو خاص بالفيزياء ما حدش يقدر يقرب منه فظهر دلوقتي التخصصات اللي هي بنسميها تخصصات المتدخلة أو البينية بمعنى أن أي مشكلة في المجتمع في أي مصنع في أي منتج في أي شركة أقدر حلها عن طريق تظافر مجموعة من المتخصصين في مجالات مختلفة المبدأ التالت هو مبدأ المشاركة بمعنى إيه؟ بمعنى برضه أن عايز أربط بين العلم وبين الصناعة ويمكن هنا كان فيه مبادرة عملية أكاديمية البحث العلمي كانت من المبادرات المميزة جدا وهي تحت مسمى أستاذ لكل مصنع بمعنى إيه؟ أنا عندي بعض المصانع هذه المصانع بيكون فيها أحيانا بعض المشاكل فلما لا يتم الاستفادة بأسدجة الجامعات المتخصصين في هذه الإشكاليات أو هذه التخصصات لحل هذه المشاكل المحور الرابع اللي هو التواصل بمعنى أن لابد من أن يبقى فيه تواصل ما بين التعليم وما بين البحث العلمي وما بين الصناعة المحور الخامس بنقول عليه الاستدامة بمعنى أن كنا زمان كل كلية أو كل قسم جوه كلية الوحدة بيحاول أنه يجيب مجموعة محددة من الأجهزة وهذه الأجهزة كان بيتم تكرارها فلأ إحنا دلوقتي بدأنا نعمل تجميع لكل هذه الأجهزة أو لكل هذه التجهزات في مكان واحد المحور السادس وهو اللي بنقول عليه تدويل التعليم أو المرجعية الدولية بمعنى أن لابد أن الطالب اللي أنا حخرجه يكون على نفس القادر من خريج اللي يتخرج من الجامعات المختلفة وبالتالي يقدر يلاقي فرصة في سوق العمل المحور الأخير بقى وده من المحاول الهمة جدا وهو الإبداع والابتكار وده يمكن من الحاجات المهمة اللي مركزة عليها الدولة المصرية أو الوزارة التعليم العالي إنها بدأت تدعم بشكل كبير جدا المبدعين والمبتكرين والمبتكرين بقى ننطقيهم من جوة الجامعات بقى نعمل لهم دورات تدريبية بقى ندربهم على ريادة الأعمال بقى ناخد أفكارهم ونحاول ننقلها من مجرد فكرة مكتوبة إلى مشروع يقدر بعد كده يتم تطبيقه لخدمة المجتمع المحلي صحيح استقدم حضرتك نتلعلي هذا التقرير ونعود لحضراتكم على طول يعد التعليم العالي أحد قطاعات الدولة التي شهدت إنجازا غير مسبوق بعد ثورة الثلاثين من يونيو حيث شهدت مصر قفزة هائلة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي فتم استحداث مجالات جديدة كالجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الجديدة وأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفتحت الجامعات أبوابها لإضافة تخصصات علمية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة فقد تم استحداث الدولة لمصار تعليمي جديد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي فكرة الجامعات التكنولوجية هي فكرة حديثة بالنسبة لمصر لكن فكرة مهمة في تأهيل الشباب إلى سوء العمل والبعد عن النمط التقليدي في التعليم ففي الجامعة التكنولوجية يتحلم الشاب على رأس العمل في الكلية تجربة عملية وفي التخصص الذي يدرس فيه وهي منتشرة في كثير من الدول العالم وبدأت في النمور الخامسة في جنوب شرق آسيا وتطورت عندنا في مصر وفي الفترة الأخيرة أو في العامين الأخرين تم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية وأصبح لكل جامعة أهلية جامعة أهلية تابعة للمنوفية للمنصورة لأسيوت لخينة بنعود لحضراتكم مرة تانية مشاهدين الكرام والحقيقة يعني التعليم غير أنه هو سلاح للفرض وهو كمان الحقيقة السلاح مهم كقوة نعمة في وقت ما كانت الكنيسة وكان الأظهر الشريف منارة الحقيقة للدول الأفريقية للعالم العربي كله ولكن الدول الأفريقية تحديداً كانت تقصد العلم في مصر كيف ترى الجامعات المصرية كنقدر نقول نوع من أنواع أو قوة حقيقية قوة نعمة لتقريب الدول من بعضها البعض خصوصاً وأننا عارفين أن مصر رجعت وبقوة للقارة الأفريقية بقى في عندنا العديد من العلاقات الدبلوماسية العلاقات التجارية وأيضاً العلاقات الخاصة بالتعليم وتبادل الخبرات في هذا المجال زي حاجة بتشوف أن القوة النعمة عنصر مؤثر بشكل كبير والمجال التعليم العالي تحديداً العلاقات المصرية الأفريقية في قطاع التعليم العالي في فترة الأخيرة شاهدت تطور كبير جداً يكفي أن أقول لحضرتك أن يمكن خلال الفترة الأخيرة تم تخصيص حوالي 13 ألف منحة تعليمية من الدولة المصرية لطلبة الدول الأفريقية المختلفة بقى سواء المنحة ديات منح من الجامعات أو منح من خلال التبادل الثقافي وكذا يمكن في القطاع الصحي لوحده فيه عدد كبير جداً من الطلبة للأفرق عند حوالي 7000 طالب أفريقي بيدرسوا في القطاع الصحي في مرحلة البكالوريوس وحوالي 2000 طالب بيدرسوا في مرحلة الدرسات العليا يمكن أنشأنا جوى مصر بعض من الكينات التعليمية المتخصصة في الدرسات الأفريقية بشكل أساس عندنا في جامعة الفيوم معهد بحوث ودرسات استراتيجية لدول حوض النيل عندنا في جامعة قناة السويس معهد البحوث الأفريق أسيوية فكل دي عبارة عن مجموعة عبارة عن كينات تعليمية أكيدة بتهدف الجانب الأفريق وبتهدف توفير فرص تعليمية لطلاب الدول الأفرقى بشكل عام تمام أنا بشكر حضرتك جداً دكتور أحمد دجابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق أشكرك يا فاني العفوة يا فاني شكراً للا حضرتك مشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا النهاردة من على أرض مصر وكل يوم إنجاز نلقاكم على ألف خير ودائماً وأبداً تحية مصر شكراً وإلى اللقاء